تشهد تونس يوم غدا الأحد أول انتخابات للمجالس المحلية منذ أقرار الدستور الجديد وسط أزمة اقتصادية ونقص للسلع الأساسية وأعلان عدة أحزاب بينها اتلاف جبهة الخلاص الوطني مقاطعتها كاميرا الحرة رصدت مواقف التونسيين من الحدث الانتخابي والاستهدادات الأمنية في يوم الصمت الانتخابي قبل إجراء الانتخابات هنا قلب العاصمة التونسية عشية عقادي أول انتخابات للمجالس المحلية بعد حل المجالس البلدية عقب إجراءات الخامس والعشرين من يوليو أرأ المواطنين بدت متباينة حيار الانتخابات بين من ينترقب تغييرات جذرية خاصة فيما يتعلق بالمجال التنموي والمجال الاجتماعي ومن فقد الأمل بالوعود ولم يعد ينظر بعين الرضا للمسار الانتخابي برمته والله إن شاء الله ربي سهل فيه ساعةهم واتنحوا البلديات هما ديجا حلوها وإشاء الله اللي بشي جير يقن لنا البلد ونعطيك مثل مثلا شير حبيب برقيبة ذي هذا طوي العاصمة كاية هكا ما زادوا فيها شي ما عملوا فيها شي وفي الليلة ذي السبعة متاع الليلة يجا شوفها تسكرة ذي في الليل قبل الانتخابات الوعود لا تعد ولا تحصل وبعد الانتخابات سفر نتيجة على المستوى اللوجستي تتحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنها أعدت ما يلزم لإنجاح الحدث الانتخابي حيث وزعت 34 و325 عون مركز ومكتب اقتراع فيما جهزت 8174 مكتب اقتراع موزعين على كامل تراب الجمهورية التونسية على المستوى الأمني وزارة الداخلية تتحدث على أنها ستتجند لإنجاح هذا الحدث الانتخابي وتحسبا بمفاجآت قد تترى جاهزية متاعنا حضرنا رواحنا مادين بشرين لوجستين قراراتنا الترتيبية بدأت الحقيقة هي من معنيها التحديد معنيها الدوائر الانتخابية هذا كتزامنا مع التقسيم الترابي نتعرف أنتم والخارطة الإدارية جديدة وتنعقد انتخابات المجالس المحلية في ظل استقطاب حاد بين السلطة والمعارضة المعارضة أعلنت مقاطعتها للحدث الانتخابي فيما السلطة تؤكد أنها ماضية قدما في استكمال ما اعتبرته مسارا إصلاحيا بلا المبروكة الحرة تونس ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من تونس كل من المحلل السياسي مهدي مناعي والعضو في جبهة الخلاص عمر الصفاوي أهلا ومرحبا بكما وأبدأ معك سيد عمر ونسأل لماذا المعارضة ممثلة بعدد من الأحزاب وأيضا جبهة الخلاص لماذا أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات شكرا على الاستطافة وتحية إلى مشاهديكم ومشاهداتكم المعارضة وعلى رأس جبهة الخلاص الوطني اتخذت موقف لمقاطعة الانتخابات وموقف ليس جديد لأنها منذ البداية هي معارضة لما وقع يوم 25 جويل تسمي ذلك انقلابا وتعتبر ذلك انقلاب على المؤسسات وأنه حتى المسار الذي ذهب فيه 25 جويل من إلغاء دستور 2014 دستور الديمقراطي وإلغاء المؤسسات كانت تضحة حتى بالتجربة أنه كان مسارا عقيما لذلك فأنه مقاطعة انتخابات المحلية تندرج ضمن الموقف السابق الموقف الذي اتخذته المعارضة واجبت الخلاص الوطني منذ البتء وتعتبر أن هذه الانتخابات كأنها غير موجودة لا يوجد حتى على الأرض الواقع في البلاد ما يشير إلى وجود انتخابات موعد هام الانتخابات محلية كذلك أنه نلاحظ أنه هي أصلا حتى هيئة الانتخابات عندما تتحدث تتحدث بمنهج تقني بحث والحال أنه المسألة السياسية هو ليس موعد ينظم هكذا شكلا من ناحية الشكلية هو موعد سياسي هذه الانتخابات يمكن أن أقول أنها تجرى بدون اهتمام الشعب وأيضا تجرى على هامش ما أسميه على هامش السياسة لأنه لا توجد الآن حرك سياسي دعني أتحول إلى السيد مهدي وسنفصل معك أيضا في كل المواقف التي جئت على ذكرها ولكن سيد مهدي برأيك ما تأثير هذه المقاطعة على الانتخابات وكيف ينظر إليها من جانب السلطة ويقال بأنه ليس هناك من اهتمام فيها حتى على مستوى الشارع التونسي شكرا سيد الكريمة ولن تحية النكية والمشاهدين قناة الحرة ولضيفك الكريم إجابة على سؤالك لا أعتقد أن هذه المقاطعة التي تدعيها المعارضة وسوف أصدر مع معنى التدعي لأنها في حق تلامر تدعي المقاطعة لكن ترشح قيادات صف الثاني والثالث إلى الانتخابات باعتبار لترشحات فردية وليست على مستوى الأحزاب هي لا تعني شيء في كل الحالات هي الأحزاب هذه قاطعة الانتخابات ليس فقط دعاء منها لرفضها المسار أو ما تسميه هي بانقلاب 25 جويلة وإنما لأنها لم تعد لها أي تمثيلية على مستوى الشارع ولو تترشح بقياداتها الصف الأول إلى الانتخابات سنرى نتائج التي سيحصل عليها القادة وبالتالي هي معارضة مفرغة بتبيعتها بعيدة عن كل البعد عن الواقع في الشارع التونسي وحتى إن كان هناك بعض الفطور في المشاركة في الانتخابات ليس لأن المعارضة هي التي قاطعة وإنما لأسبب بين رئيسيين سأشرحه مالكي السبب الأول هو اهتمام الكل بالأحداث العالمية وخاصة ما يحدث في غزة نعلم جميعا الحرب التي يشنوا الكائن الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة أخذت اهتمام الجميع حتى الانتخابات المصرية الرئاسية المصرية التي كانت تنقل وكانت تعتبر حدثا هاما على مساوى قنوات الأخبار العالمية لم تشهد هذا الزخمة الذي كنا تعودنا عليه فالسابق باعتبار أن الاهتمام مركز أساسا إلى أحداث غزة السبب الثاني لهذا الفطور هو أنه باعتبار ما وقع تلت العشرية التي كانت فيها هذه الأحزاب التي تدعي المعارضة وهي في الحقيقة تمر تريد العودة إلى السلطة عندما كانت في السلطة أفرغت محتوى السياسي والأخلاقي لمجلس النواب والبرلمانات والهيئات هذه وبالتالي التونسي مل ونحن سمعنا في أحد الشهادات أحد المواطنين قالك الوعود كثيرة وبعد الانتخابات التحقيق الوعود سفر لعم هذا ما عارفه التونسي تلت عشر سنوات من انتخابه لحركة النهضة وحركة نيدا تونس وغيرها من الأحزاب كانوا يعيدوننا بأشياء كبيرة ثم لا يحقوننا من شيء وبالتالي التونسي فقد مصداقيته نعم الرئيس قيس السعيد هو في السلطة منذ عام 2019 وجرت الكثير من الاستحقاقات الانتخابية آخر استحقاق انتخابي كانت المشاركة فيه بنسبة 11.2% يعني الموضوع كي لا نعود به إلى العشرية السوداء كما وصفتها نتحدث عن هذه الفترة لا لا هو علاقة قيس السعيد في 2019 لو تسمحين هناك ظروف اقتصادية واجتماعية كما يقول الكثير من التونسيين سيدتي نعم لو تسمحين لي سأجيبه أولا رئيس قيس السعيد رغم منذ 2019 إلى سنة 2021 هو رئيس شرفي لأن الدستور الذي يتحدث عنه الدستور الديمقراطي هو كان دستور لما فيه حتى توازن بين السلطات الرئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة كانوا يشتغلون بصورة شرفية البرلمان كأننا كنا تحت دكتاتورية برلمانية والسيطرة للبرلمان على كم مشهد سياسي وبالتالي من 19 إلى 21 لا يمكن اعتبار قيس سعيد رئيس الفعليين الجمهورية التونسية بقدر ما هو رئيس شرفي لن يكون لديه أي صلاحيات الممارسة الفعلية للسلطة قيس سعيد انطلقت منذ 25 جولي 2021 وخاصة منذ جولي 2022 بعد إقرار الدستور الجديد وبالتالي لا يمكن إصلاح خلال سنتين ما أبسده المفسدون 13 سنوات أعود وأقول أن الشيء مرتبط بالعشرية السودية لأنه خلال فترة العشرية السودية التونسي ذهب عديد مرات إلى المحطات الانتخابية ولم يجد شيئا بالعكس كان يشاهد وضعية والاقتصادية تتداول وبالتالي هو اليوم ملا من هذه وأعطيك مثالا بسيطا وإن أحيانا الله بإذن الله إلى أكتوبر 2020 سترين نسبة المشاركة في الانتخابة الرئيسية ستكون مختلفة تماما أما المجلس النواب والمجالس هذه هي لئيئات المنتخبة لقد ملا منها التونسي باعتبار لعود زيفة التي كانت تطلقها الأحزاب تيلة العشرية على مدى أربعة وخمسة من انتخابات تمت في تونس منذ 2011 إلى حدود 2021 لم يرى منها التونسي شيء وبالتالي لم تعد تعني له سيد عمر لماذا المقاطعة لماذا لا يكون هناك مشاركة فعلية يتم من خلالها قول الكلمة الفصل بدلا من أن يكون هناك مثل هكذا مقاطعة وأن تترك الساحة للطرف الآخر الموجود في السلطة وماذا ترد على ضيفنا الذي يقول بأن المعارضة بشكل عام تختبئ وراء قياداتها من الصف الثاني نعم المعارضة مقاطعة للانتخابات لأنه خيار تعتبر أنه مسار غير شرعي وتعتبر أنه لا يمكن أن تشارك في مسار عقيم لا يؤدي فعلا إلى بناء ديمقراطية المعارضة مطلبها واضح أنا شخصيا ليس لي أي مطلب سواء أنه استعادة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها في كل أنحاء العالم بالمقاطعة لا يمكن في تونس نحن أن نخترع مصار خاص نعم لأن المقاطعة هي سلوك معارض لا يعترف بالمصار يعتبره غير شرعي المعارضة تريد استعادة الديمقراطية استعادة مؤسسات الديمقراطية وأنا أحترم رأي صديقي مهدي وأدعو إلى أن نخرج من هذه البوتقة لأننا عندما نبقى دائما نشد أنه لا يمكن إسلاح في سنة وفي سنتين وثلاثة سنوات ما أفسدوه في عشر سنوات سنبقى في مسار عقيم وستتتالى السنوات وسيكون الخطاب هو نفسه الأمر واضح أنا أدعوه أنه يجب بالعكس أنه حتى إذا كان المجتمع إذا كان كما يتحدث صديقي مهدي أن المجتمع ملة من الانتخابات وملة من الولايات علينا نحن كسياسيين كنخب أن نرجع هذا المجتمع إلى الفعل السياسي لأن المجتمعات تتقدم هكذا ونحارب الفساد ونبني المؤسسات نبني المؤسسات التي الديمقراطية التي تحارب الفساد والتي تدير الأمور بشفافية والتي تكون ترزي حكمة رشيدة لشأن العام لشؤون الدولة هل لديكم مشاركة بالقيادات من الصف الثاني؟ أؤكد لكي أنه لا يوجد ربما صديقي مهدي يقصد بعض الأحزاب التي كانت مساندة لمسار 25 جويلة تشارك بقيادات صف الثاني بعد أن خرجت نوعا ما أصبحت إما تسميها مساندة نقدية أو أنها أصبحت التحقت بالمعارضة المسار أما بالنسبة للمعارضة وجبهة الخلاص الوطني ومكوناتها التي عارضوا مسار 25 جويلة منذ البداية واعتبروه غير شرعي فهي ليست مشاركة لا بالصف الثاني ولا الثالث ولا الرابع نعم سيد مهدي هم لا يشاركون بأي صف من الصفوف وبأي مستوى من المستويات يقولون هم لا يريدون دعني أسألك لو سمحت هم لا يريدون المشاركة في هذا المسار ولا يريدون أعطاء الشرعية لماذا لا يكون من جانب من جانب السلطة مبادرة لحسن النية لماذا رأينا قبل أيام من هذه الانتخابات تمديد لفترة الاعتقالات لهؤلاء الذين هم من السياسين من المعتقلين من الصحفيين وأيضا من رؤساء الأحزاب كي تشارك هذه الأحزاب على الأقل في هذه الانتخابات أولا سيدة الكريمة يجب الفصل بين مسار قضاء بين أشخاص متهمون من أجل جرام قام حق عام وبين هذه المحطة سياسية ومسار التخاب هم يقولون ما يشاءون القضاء هو الذي يقول سيدة الكريمة نحن إذا كان أنت سيدة الكريمة تعلمين جيدا في عدد الديمقراطيات القضاء يحترم من قبل الجميع هذا القضاء الذي يكيف هذه الجرام على أنها جرام حق عام وبالتالي إن كنا نريد أن نؤسس لديمقراطية ولدولة تقوم على مبدأ العدالة وكما يتحدث صديق عمر وبالتالي علينا أول شيء في هذا أن نحترم ما قررت القضاء وأن نؤمن باستقلية القضاء هذه من ناحية من ناحية ثانية المشاركة مصفة ثانية والثالث يمكن أن لا يوجد صفة رسمية وصديق عمر لا يعلم ذلك لكن أنا أعلم عديد الأشخاص الذين يتموني لصفة ثالث في حركة النهضة وسميهم بالإسم وفي بعض الأحزاب الأخرى المترجمات مترشحين حاليا في الانتخابات المجالس القالية والجهات وأعلمهم بالإسم أيضا وليس حتى عن بعد وبالتالي يمكن أن هناك قرار سياسي من الأحزاب ولا قرار رسمي من قيادات الأحزاب لكن هناك مشاركة من قيادات صفة ثالث والثاني لبعض الأحزاب في الانتخابات المحلية هو يمكن قرار بصفة فردية من أطراء طرف هذه الأشخاص لكن هم مترشحون على كل حال ما يهمني الآن الدولة تتحدثين عن السلطة أنها تبرز حسن النوية السلطة تفعل ما عليها أن تفعله السلطة إذا تحدث على العودة لمسار ديمقراطي صديق عمر وما الذي يحدث الآن ليس المسار ديمقراطي الديمقراطي هي تعبير على إرادة الشعب عبر السنديق الاختراع ليس هناك سبل أخرى يعني إذا كان محطة انتخابية فليتفضل وليذهبوا الانتخابات ويفوزوا بأغلب المقاعد ثم يغيروا الدستور كما يشعون لم يفعلوا هذا كانوا بإمكانهم أن يشاركوا خلال استفتاء على الدستور ويعربوا للرأي العام الداخلية والعالمية عن قوتهم الانتخابية برفض الدستور بقول لا لم يشاركوا ثم الانتخابات التشريعية كان يمكن أن يترشح ويفوزوا بأغلب المقاعد لو كانت لديهم الأغلبية كما يدعو لم يشاركوا وبالتالي هذا دليل واضح أن المقاعد لا تندرش في إتار رفض المسار فقط وإنما لضعف هذه الأحزاب على المستوى الانتخاب ما يقوله صديق عمر وأنا أستجيب معه بناء دولة جديدة قائمة على محرف فسيد حقيقة لكن هات الأطرف المعارضة عليها أن تبرز حصنوية في اتجاه هذا ليس بأنها تكيل التهم جزافا وبعض القيادات ومنزل صديق عمر من هذا لكن يعلم جيدا أن في الأحزاب البنذوية هناك بعض قيادات التي تتآمر على ننوى سر على أمن الدولة من أجل عودتها إلى السلطة دعني أعود إلى سيد عمر ونسأل وهذه أول انتخابات للمجالس المحلية بعد إجراءات الخامس والعشرين من يوليو برأيك كيف يمكن أن تنعكس على إجراءات يحتاجها المواطن التونسي بعد انتهاء هذه الانتخابات سيد عمر وهناك أزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية في تونس أيضا كيف يمكن أن تمهد للانتخابات القادمة الرئاسية في نهاية العام القادم حقيقة أنا أصدقك القول أني لا أعارض بطريقة دغمائية أو بطريقة هكذا بدون عقل أنا أقول أنه لو كنت أرى أنه هناك انتاج أنه هناك ديمقراطية بنيت كما يقول أنصار 25 جويلة أنه بناء ديمقراطي جديد نظيف ومؤسسات فاعلة كنت ربما سأغير رأي وأبارك لأنني أريد بناء ديمقراطي السليم نزيه أريد مؤسسات نظيفة أريد مجتمع وإدارة دولة خالية من الفساد كل هذه الشعارات كنت دائما أدافع عليها وأناظم من أجلها أنا أرى أنه مسار ينتج العقم دائما ما زلنا في مسار عقيم الأوضاع لم تتحسن إطلاقا بل تتدا حتى عندما أقارن الآن مع احترامي لكل من اختار أنه يشارك في هذه الانتخابات أني عندي ما أسمع برامجهم الانتخابية أرى أنه هؤلاء الناس منفصلين تماما عن الواقع لأنه الوضع صعب المالية العمومية صعبة وعلى المستوى المحلي أين هم تقدموا ليشغلوا مقاعد المسلم الحلي ليس هناك لا ميزانيات ولا هناك إمكانيات لتحقيق تلك البرامج الذي يتحدثون عنه الوضع أعطب من هذا بكثير ويتطلب وقف التعقل ويتطلب إعادة إعادة تقييم ويتطلب ربما الذهاب إلى حوار وطني يصفر عن مصالحة وطنية ويؤدي إلى بناء تونس موحدة لا تقصد أحد وإساق ديمقراطية سليمة ونفس السؤال سيد مهدي وباختصار شديد لو سمحت كيف يمكن أن تؤثر على وضع بنية واقتصادي اجتماعي ربما يكون صعب في تونس الآن بدأ السلطة بدأت في محاربة الفساد بسير فعالية وواضحة لأن أكبر من سببات الأزمة الاقتصادية هو الفساد المالي واحتكار اللوبيات والكرتلات البنكية والمالية وغيرها للسوق التونسي والآن السلطة بسد محاربة هذه الكرتلات وهذا الفساد داخل الإدارة وداخل المؤسسات الاقتصادية في مرحلة ثانية سيتم إقرار هذه المؤسسات بدأت بمجلس النواب ثم مرور المجلس الأقلي والجهات ثم مجلس البلدية ومن بعد مرور الانتخابات الرئاسية وإقرار المحكمة الدستورية عندما تكون هناك مؤسسات قائمة الذات ومتخبة تنطلق في الإنجاز الفعلي للبرامج اقتصادية بعد محارب الفساد لأنه لا يمكن أي بناء اقتصادي طالما الفساد ينخر هذه المؤسسات الاقتصادية وهذه المؤسسات الحكومية وبالتالي وجب التطهير وهو ما بصد فعله الآن خلال هذه السنتين وأعتقد أنه منذ أواخر 2024 وبدأة 2025 ستشهد تونس الانتعاش الاقتصادي المطلوبة حقيقة لأنه ما نعيشه اليوم هو تابعات عشر سنوات من تأخير الإصلاح الاقتصادي الجذري والعميق التي كانت مطالبة به الحكومات ضيفين المحلل السياسي مهدي مناعي والعضو في جبهة الخلاص عمر الصفاوي شكرا جزيلا لكم